في واحدة من فصول الصراع المستمر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين من جهة أخرى الجيش الأمريكي نفذ عملية لإسقاط منطاد صين هذا المنطاد اللي فضل لعدد من الأيام بيحلق فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية زي ما حالكوا شايفين في الفيديو ده كان شكل المنطاد اللي كان موجود كما قالت الولايات المتحدة الأمريكية فوق أراضيها واستمر كمان ده لعدد من الأيام وزير الدفاع الأمريكي قال إنه هذا المنطاد لم يكن مرتبطا بالأرصاد الجوادي الحجة أو ده بررت به الصين وجود هذا المنطاد في هذه المنطقة لكن وزير الدفاع الأمريكي نفى وقال إنه هذا المنطاد أرادت به الصين التجسس على الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة أن هذا المنطاد كان موجود في مناطق أو مواقع عسكرية حساسة هذا على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي وأنه الصين بتستخدم هذا المنطاد في عمليات التجسس وده ليس بيحصل بس في الولايات المتحدة الأمريكية كما قال وزير الدفاع لأنه ده بيحصل في عدد من المناطق على الجهة الأخرى الخارجية الصينية استنكرت إسقاط المنطاد لأنها وصفته بأنه منطاد مدني وقالت أنه رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية هو رد فعل مبالغ فيه وأنه بيعد كمان انتهاك خطير للممارسات الدولية هيا نعرف إيه القصة من الأستاذ مهدي عفيفي المحلل السياسي أستاذ مهدي أهلا بحضرتك أهلا بيك وديو في كل كرام أستاذ مهدي بس خلينا نفرع الفرق ما بين منطاد للتجسس ده اللي ادعيته الولايات المتحدة الأمريكية هو منطاد مدني كما ادعت الصين أولا عشان نضع النقط على الحروف هو في بداية وجود هذا المنطاد اعتذرت الصين على أن المنطاد دخل في الأجواء الأمريكية المنطاد راح على ألاشكا على كندا وبعدين جاء الولايات المتحدة الأمريكية الفارق بين أي معدة سواء كانت جوية أو تجسسية هي نوعية الأجهزة التي يجهز بها هذا المنطاد فطبعا لا يمكن القول بهذه الأجهزة إلا لما يتم بحثها دي حاجة الحاجة الثانية يعني على مدار عقود وشنوات يعني معرفة الأرصاد انتقلت من الطرق التقليدية إلى السفلات أو الأقمار الصناعية هناك عشرين بل مئات الأقمار الصناعية التي تدور حول العالم سواء كانت صينية أو أمريكية وحتى منها المصرية التي تستطيع نقل الصوت والصورة والاتصالات والأرصاد في نفس الوقت فمسألة أن يكون منطاد لنقل الأحوال الجوية هي شيء يعني طبعا مستغرب في هذا الوقت أيضا كون النصفين لا تستطيع التحكم فيه هذا أرضا أمر مستغرب به لأن من المعروف أن هناك رحلات يقوم بها المناطيد وأيضا تقوم بها طائرات مسيرة وغير مسيرة ويتم توجيهه معرفة أين تذهب بالضبط وجوده فوق الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مروره على صحراء نيفادا والتي فيها مواقع عسكرية حساسة هو الذي أدى إلى اشتعال هذه الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إذن في تصريح للصين بفكرة أنه إسقاط هذا المنطاد هو انتهاك للمبارسات الدولية هل من حق الولايات المتحدة أو أي دولة أنه في حالة وجود هذا المنطاد وأنه يفضل موجود لعدد من الأيام وتبلغ الدولة صحبة المنطاد وبعدين تقول أن هي عندها مشكلة في التحكم فيه هل من حق الدولة صحبة الأرض أن هي تتخلص منه بأي شكل أيا كان زي ما عملت مساء الولايات المتحدة الأمريكية أولا الصين لم تبلغ الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية هي التي اكتشفت وجود المنطاد وتابعته من ألاسكا حتى دخل الأجواء الأمريكية وألاسكا طبعا منطقة أمريكية برضو فالولايات المتحدة الأمريكية التي اكتشفته والصيد اعتبرت أن المنطاد دخل بالخطأ على حد تعبير الصين في الأجواء الأمريكية دي المسألة الأولى المسألة الثانية بالطبع ده أمن قومي أن أي دولة توجد حتى لو كانت طائرة بدون إذن الدولة اللي بتمر في مجالها الجوي من حقها إسقاطها وهذا قانون دولي فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لمساء الأمنية ومسألة أن يكون هناك أي طائرة أو منطاب داخل المجال الجوي الأمريكي من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تسقطوا وسبب التأخير حشان نبقى واضحين أن هناك تخوف أن يكون هذا المنطد إما يحمل مواد مشعة أو يحمل متفق ممكن أن يكون به أي شيء في حالة سقوطه على الأراضي الأمريكية وإصابة مواطن واحد أمريكي طبعا من الناحية القانونية يمكن أن المواطن ده أن يقاضي الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي والإدارة الأمريكية وفي نفس الوقت لتخوخي الحضر تم إسقاط المنطد في منطقة ضحلة لعدة أسباب لكي لا يكون هناك أي عبور لسفن أو أشخاص ثانيا لمحاولة الوصول إلى كل الأجهزة التي كان مجهز بها هذا المنطد لمعرفة إذا كان فعلا هذا المنطد يستخدم للأغراض المدنية أو للأغراض العسكرية أو التجسس هل ما قاله الوزير الدفاع الأمريكي هل ده بينفي فكرة أن هذا المنطد كان مدني كما إدعى الصين وأنه كان بالفعل للتجسس لأنه المفروض أنه تم فحص هذا المنطد ولا مازال مبكر الحديث أو القطع بما هي هذا المنطد؟ بالضبط من المبكر القطع لكن هو القويل أنه من غير المعقول استخدام المناطيب في عصرنا الحالي لمعرفة الأجواء الجوية يعني دي لم نسمع بها منذ عشرات سنين فلذلك كان التكهن بأكثر من شيء أن تكون هذه محاولة من الصين لاستفزاز الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لما تقوم به الولايات المتحدة في طيوان وفي بحر الصين لذلك يتوقع الكثيرين أن تكون هذه محاولة من الصين لاستفزاز الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن معرفة تفاصيل ماذا يحتوي هذا المنطد أو الأجهزة به إلا بعد فحصها من المؤسسات الأمنية في الولايات المتحدة ربما تنجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاستفزاز لكن هل ده ممكن يكتب فصل جديد في فكرة الخلافات والمنازعات الباردة في بعض الوقت والساخنة في أوقات أخرى ما بين الصين والولايات المتحدة؟ لا أعتقد أن أنا أسميها دايما اللعب مع الكبار في قوة مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية الحسابات تختلف قلبا وقالبا عن التعامل مع دول أخرى طبعا نحن رأينا رد فعل الأول هو عدم ذهاب أو سفر أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إلى الصين ورد وزير الدفاع وأعتقد أن بمجرد أن تصل المؤسسات الأمنية إلى معرفة ما هي هذه الأجهزة سيكون هناك رد فعل وكما ذكر الصينيين والأمريكيين أن وسائل التواصل لازالت متواصلة حتى لا يكون هناك قطيعة لمعرفة ما هي أجهزة هذا المنطب أستاذ مهدي عفيفي المحل السياسي شكرا جزيلا لخضرتك